لا يكاد قطاع غزة يفيق من أزمة إلا ودخل بأخرى أشد بسبب الحصار الصهيوني الذي أطبق عليه جوا وبرا وبحرا في ظل صمت دولي واستنكار عربي خجول واليوم تظهر لسكان القطاع عنوين جديدة لأزمة القطاع الصحي تحصد أرواح مرضاهم نتيجة قطاع إمدادات الوقود أو شح وصوله لمستشفيات غزة التي تحتاج إلى تشغيد مولدات تجهزها بالطاقة خلال ساعات انقطاع التيار الكهربائي الطويلة منظمة الصحة العالمية أعربت عن قلقها من تأثير أزمة الوقود المتفاقمة على حياة وصحة المرضى الذين يتطلب علاجهم استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع لأفتة إلى تعرض مستشفيات القطاع إلى خطر متزايد بسبب النقص في تجهيز الكهرباء وانخفاض احتياطي الوقود وهو ما دفع مستشفيات القطاع لاتخاذ تدابير ترشيدية قد لا تنفع كثيرا المنظمة عادت لتؤكد ما حذر منه أطباء القطاع بأن خفض معدل إجراء العمليات الجراحية والخدمات الصحية المهمة وإغلاق أجنحة في المستشفيات بات وشيكا تأثير الواقع ليس على المرضى فقط وإنما على الأطفال وخاصة حديثوء الولادة منهم وعلى المنظومة الصحية بأكملها في القطاع دفع برئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة جيرالد روكنشوب إلى الحث على ضرورة إيجاد حل سريع لمعالجة أزمة إمدادات الوقود في المستشفيات والدعوة إلى العمل للحفاظ على انسيابية الخدمات المنقذة للحياة ويبقى واقع الصحة في القطاع بين شحن في الأدوية والعلاجات من جهة وتضاؤل في حجم الخدمات المقدمة والتي في طريقها إلى العدم من جهة أخرى واقع يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني وسط صمت دولي وتأييد أمريكي شكرا